يعني من خلال الشارع ومن خلال ما يردنا في البرنامج نعرفوا هواي أكو حالات مشمولين براتب الرعاية الاجتماعية وعنده جكسارة وعنده شركات وما محتاج سنعني أردت أسأل على أي أساس منح له الراتب وهو عنده سيارة 2023-2022 بالنسبة إلى موضوع السيارات السيارات لا بالعكس محددة يعني إحنا تعرفين اللي نكتشف عدة سيارة لابد وزارة يعني دائرة المرور تنطي براء الذمة عندنا محددين يعني أنه السنوات اللي تمنح لها يعني يا موديل اللي تمنح لرعاية اجتماعية بعض المثلا إحنا قالين موديل 2015 فما دون دول يستحقون رعاية اجتماعية مرات عدة جكسارة موديل 2007 لما تجي الوزارة يعني دائرة المرور تقول هذا 2007 2007 هو مشمول ضمن التعليمات أنه ياخذ بس لما تجي نشوفين سعر الجكسارة بيش وزارة العمل مثل هتشي حالات أوقفت الراتب لكنه يعني بعض الحالات قد تمر لكنه تكتشف يعني مستحيل حالة ما تكتشف وتسجل ديون على هذا المواطن من هاي السيارة مسجلة باسم غير اسمه؟ هما بعض الأحيان المواطن العراقي هم يتحايل على القانون يبدأ يسجل بغير اسم السيارات أو بعض الناس يخافون من الضرائب يمسجلين باسم عوائل متعففة سيارات واكتشفناها كثير من العوائل متعففة وتستحق راتب رعاية لكن أقاربهم مسجلين بأسماءهم سيارات فهناك الكثير مثل هذه الحالات تم معالجتها المواطن لما ينقطع راتبه يروح يراجع يعني المرور ويحاول أنه السيارة إذا كانت صحيح ملكه مرات يتحايل يسجلها بغير يعني أفراد أسرته